سلام المسيح مثل ما ذكرت أنه الله كان مصالحا العالم لنفسه من خلال دم يسوع المسيح وأيضا فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه اليوم يمكن مرأ العيد وأول السنة مش عم تشعر بهذا السلام أنا بدعوك أنه فعلا اليوم طعت حياتك ليسوع المسيح لما بتعطي حياتك ليسوع المسيح المسيح بيمنحك سلام الله الذي يفوق كل عقل وهذا السلام بيملك في قلبك وهذا السلام بقدسك وهذا السلام فعلا اللي بتقدر تعيشه بنصره وبغلبي هاي هي إرادة الله لحياتك اسمع ما يقول الكتاب لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء كما قيلت عن يسوع المسيح لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام أنا بصلي اليوم فعلا سلام المسيح يملأ كل بيت كل قلب كل عائلة أول شيء أنت لازم تعترف بخطيتك أنك أنت محتاج لهذا السلام شئتان التوب عن كل خطية تغير فكرك واتجاه حياتك شئتان تتحط إيمانك وثقتك في عمل المسيح الكامل الكفارة على الصليب وتشكر رب من أجل هذا العمل وتقول له يا رب املأني بسلامك وأعيش سلامك عندها أنت بتكون سلام وبتكون بركة وصانع سلام ومبشر أيضا بالسلام وحاذين أرجو لنا باستعداد إنجيل السلام الأخبار المفرحة اللي بتنشر السلام في كل مكان بحب أسمع منك إلى اللقاء